بسم الله الرحمن الرحيم سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة أصحاب سمو الشيوخ المعالي والسعادة الأخوة الزملاء أعضاء هيئة التدريس الحضور الكريم يطيب لي أن أقف بينكم اليوم لأتحدث إليكم في مناسبة تخريج الدفع السابع والثامنة من طلبة وطالبات جامعة حمدان بن محمد الذكي وفي البداية أسعدني أن أرحب بكم سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة على تشريفكم حفلة تخريج بشخصكم الكريم وإسباغ رعايتكم الكريمة عليه وهذا هو عهدنا بكم دائما فحمدان بن محمد ليس مجرد اسم تنتسب إليه الجامعة وتفخر بالانتماه إليه ولكنه الرئيس الأعلى الذي يتابع عن كثب ويمد يد العون والمساعدة ويشجع الجهود المخلصة ويوجه المسيرة لحوى الهدف ولا يترك شاردة ولا واردة على المستوى الاستراتيجي إلا استوقفها ليعلم من أين أتت وإلى أين تذهب فالجامعة معكم سيدي تبقى دائما وأبدا في أيدي الأمينة وأهلا بكم سيدي في هذا المحفل الأكاديمي بين أهلك ومحبيك سيدي سمو الرئيس الأعلى نحن في جامعتكم الفتية آلينا على أنفسنا أن نضع توجيهاتكم الذكية نصبع عيننا لإعادة هندسة التعليم وتحقيق انطلاقة جديدة نحو المستقبل إنني أذكر جيدا سيدي توجيهكم لي عندما استقبلتني منذ حوالي شهرين رفقة سيدي مع الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس أمناء الجامعة حيث قلتم سيدي إن العالم يتغير وعلينا أن نواكب التغيير بتغيير التعليم لنكون جاهزين للمستقبل وانطلاقا من هذا التوجيه أبشركم سيدي أن الجامعة قد بدأت بالفعل المسيرة لإعادة هندسة شاملة لتغيير وجه التعليم وتغيير ملامحه التقليدية الراسخة منذ زمن بعيد وقد بدأت عملية إعادة الهندسة عندما نجحت الجامعة هذا العام بعد صبر ومثابرة وإصرار في إقناع هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم التي تتفهم تماما الطبيعة المتفردة لجامعتنا وتقدم لها الدعم الأكاديمي الذي يتناسب معها ويمكنها من أداء رسالتها التعليمية على الوجه الأمثل حيث قامت الهيئة باعتماد برنامج ماجستير إدارة الإبداع وتغيير بحيث تجري دراسته بالكامل عبر الوسائة الإلكترونية فول فلج أونلاين ومقتضى ذلك أن الدارسين بهذا البرنامج سيدي لن يكونوا مضطرين إلى الحرم الجامعي بداية من التسجيل في البرنامج ومرورا بفعاليات الدرس والتحصيل وانتهاء بحفل التخريج فكلها أحداث سوف يتم إجراؤها عبر الوسائة الإلكترونية سيدي سمو الرئيس الأعلى من بين الجهود يتزامن تخريج هذه الدفعة سيدي مع عام زايد الذي تم الإعلان عنه بمناسبة مرور مائة عام على مولد الشيخ زايد طيب الله ثراه وذلك تخليداً للذكراه ومبادئه وقيهم السامية باعتباره واحداً من أعظم الشخصيات القيادية في العالم ومن أكثرها حكمةً وإلهاماً ومن أصدق الزعماء رمزاً للوطني وولاءً للوطن وحباً للمواطن وصدق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حين قال إنما حققته دولتنا من نجاحات وإنجازات وضعتها على خريطة العالم جاء نتيجة للرؤية الحكيمة لزايد الأب والقائد باني نهضة الإمارات الحديثة صدقت سيدي أنه بحق زايد الخير زايد العطاء زايد النماء زايد العزة زايد الحكمة زايد الإنسان لقد بدأ زايد العطاء في عصري بإحداث تغيير جذري طول العمر في مفاهيم التعليم وهو ما يعرف الآن بعادة هندسة التعليم فقد نشأنا جميعا كمواطنين وقد استقر في أذهاننا في بداية الأمر أن من يريد أن يلتحق بالتعليم عليه أن يدفع المقابل من ماله ولكن زايد الخير من أجل تيسير سبل التعليم للمواطنين وحثم على التعلم لم يكتفب أن يجعل التعليم مجانا مجانيا وبدون مقابل ولكنه رصد مكافآت لمن يلتحق بالمؤسسات التعليمية وكأنه يقول تعلم واربح نعم الكل يتعلم ويربح المواطن يتعلم ويربح الكثير والوطن يتعلم ويربح أكثر وأكثر رحم الله زايد القائد وطيب ثراه وجازه عن أمتي خير الجزاء سيدي سمو الرئيس الأعلى من بين جهود إعادة الهندسة وتغيير ملامح التعلم قيام الجامع بإنشاء نخلة زايد ذكية التي قمتم سموبكم بقرسها اليوم والتي سوف تؤتي أكلها كل حين لكل من يطلب المعرفة من خلال الحوسبة السحابية تلك النخلة التي تحتوي على فروعها على البنية الأساسية للتعليم في شتى ميادين المعرفة وتوفر كافة الخدمات التعليمية والتطبيقات بحيث تبقى الجامعة بمثابة الجذع الذي يغذي الفروع والثمار لكي تظل طيبة يانعة وفي سبيل إعادة هندسة التعليم تم استحداث كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة والتي قمتم سموكم بإطلاقها اليوم والتي تستهدف توفير الفرص المتميزة والمبتكرة في التعلم مدى الحياة في الذكاء الاصطناعي وبناء مجتمع من الدارسين يتمتع بالقدرة على استلهام فكر العلوم البيولوجية من أجل مستقبل أفضل باستقدام الذكاء الاصطناعي ويجري تقديم برامج هذه الكلية بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية ونحن في جامعة حمدان بن محمد الذكية نؤمن إيماناً راسخاً بأن إعادة هندسة التعليم تستلزم بالضرورة إعادة هيكلة النظام الإداري طويل العمر الذي ترتكز عليه العملية التعليمية وفي هذا الإطار تعتزم الجامعة إدخال تغييرات جوهرية على المنظومة الإدارية بالجامعة لم يسبقنا إليها أحد وتتمثل هذه التغييرات في قيام الجامعة بإعطاء عدداً من القطاعات التابعة لها صلاحية الممارسة الإدارة الذاتية مما يسر لهذه القطاعات مرونة أكبر داخل المجتمع تمكنها من امتلاك حصة سوقية يمكن أن تسهم بدور كبير في ترسيخ المكان العلمي للجامعة فضلاً عن توفير دعم مالي يمكن الجامعة من تطوير قدراتها المادية لمواجهة المنافسة الشرسة بين الجامعات في استقطاب الكفاءات العلمية والأكاديمية القادرة على تحقيق مزيد من الارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفة للدارسين سيدي سمو الرئيس العلاء لعل جامعتنا كانت أول مؤسسة تعليمية تنتهج أسلوباً تعليمياً فريداً وغير مسبوق يتمثل في استخدام الألعاب في التعليم وهو النظام يجري بمقتضاه منح عدد معين من النقاط لكل دارس لما حققه من مستوى علمي في كل مساق دراسي بالإضافة إلى كل ما يقوم به من أنشطة مصاحبة العملية التعليمية داخل جامعة فضلاً عن أنشطة المجتمعية التي يمارسها بتعود بالنفع على المجتمع وما يضمه من أفراد ومؤسسات وما يشير إلى تفوقه العلمي وحفزه على التفاعل الوثيق مع المجتمع ويدخل عليها مزيداً من التشويق والإثارة على مسيرة تعليمية مما يسر عليه عملية الفهم والاستيعاب فضلاً أن يعطاه من قدر على تنزيل مفهوم النظري على الواقع العملي وقد بدأ طويل العمر جني أولى الثمار هذا الأسلوب التعليمي متفرد باستخدام نذة العلعاب تنتجه الجامعة فنحن سيدي لا نخرج شباباً يصطفون في طابور الوظائف سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص انتظاراً للحصول على وظيفة هنا أو هناك ولكننا نجحنا في تطبيق المبدأ الذي صاغه سيدي مع الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس الأمناء الذي وجه أنه يتعين على الجامعة أن تقدم للمجتمع رواد أعمال لا طلاب وظائف وتطبيقاً لهذا المبدأ قدمت الجامعة لمجتمع الإمارات طويل العمر عدداً كبيراً من رجال الأعمال يقدر بحوالي سبعين خريجاً فأكثر اعتنقوا مبدأ رواد أعمال لا طلاب وظائف ونجحوا في إقامة مشروعاتهم الخاصة التي تجاوز رأس مال كل منها بضعة ملايين وفي الختام يسرني أن أتوجه لأبناء الخرجين بخالص التهنئ القلبي على هذا الإنجاز العلمي ومن حققوه بتخرجه من الجامعة وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل التوفيق حليفهم في حياتهم العملية وأتمنى أن يحافظوا على تواصلهم مع الجامعة طلباً لمزيداً من العلم والعمل وشكراً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة